اهلا وسهلا بحضراتكم بتتجي انظار وشاء ومتابعة كرة القدم في كل مكان اندهاردة للدورة الانجليزي والله هشهد مباراة مهمة جدا بين ليفربول ومانشستر يونيتد ضمن قبريات الجولة الستة وعشرين من البطولة المباراة هتشهد مواجهة خاصة بين نجمين المصري محمد صلاح ونظيره ماركوس راشفورد وهتقام الساعة ستة ونص بتوقيت القاهرة على ملعب العنفلد معقل ريتز بحسب موقع هوسكرورد العالمي فان التشكيل المتوقع لقمة ريتز ضد الشياطين الحمر شهد تواجد النجم المصري محمد صلاح في خط الهجوم عشان طبعا يقود فريق ليفربول قدام منشستر يونيتد بالنسبة لتشكيل ليفربول المتوقع في المباراة حراس المرمى هيكون بيمثل ليفربول أليسون وفي خط دفاع فان دايك وماتييب وروبيرتسون وكمان إليكزاندر أرنولد وفي خط الوسط فابينو وهاندرسون وستيفان باتاديتش أما في خط الهجوم ديو جو كودا ومحمد صلاح وجوتي جاكبو هذا بالنسبة لتشكيل ليفربول أما بالنسبة لتشكيل المتوقع لمانشستر يونيتد فهيكون في حراس المرمى ديخية وفي خط دفاع فاران وكمان مارتينيز ولوكتشو ودالوت أما في خط الوسط كازاميرو وفريد وبرونو فرناندز وفي خط الهجوم بيقود هجوم منشستر يونيتد ماركوس راشفورد وانتوني وأخيرا فيغورستاد بيأتي فريق ليفربول في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد ما جمعت تسعة وتلاتين نقطة خلال مشواره في الدوري أما بالنسبة لمنشستر يونيتد بيجي في المركز الثالث وعنده تسعة واربعين نقطة طبعا مباراة مهمة جدا ليفربول علشان يحسن وضعه ومركزه في الدوري الإنجليزي خلينا كمان ننتقل لجزئية أخرى متعلقة بنجمينة المصري محمد صلاح واللي بينتظره رقم مميز وتاريخي للغاية في حال إحرازه هاتريك في مباراة منشستر يونيتد علشان يصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي أما في حالة إحرازه هدفين فهيعادي للرقم روبي فاولر الهداف التاريخي لليفربول كمان محمد صلاح نجمينة المصري قال إن وصوله للهدف عشرين للمسم السادس على التوالي مع ليفربول بيعد إنجاز رائع وأشار كمان إلى أن تحطيم رقم أسطورة النادي لروبي فاولر أحد أهدافه طبعا اللي هو بيسعى لتحقيقها علشان يكون الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي طبعا المنتجز هو بيفصله عن تحقيق هذا الرقم ثلاث أهداف وإذا أحرز هدفين هيعادل رقم روبي فاولر محمد صلاح أحرز لليفربول في الدوري الإنجليزي 126 هدف وروبي فاولر أحرز 128 هدف كمان قال محمد صلاح في حوار أجراو أنا على دراية بالسجلات والأرقام القياسية بالنسبة لي هذا أمر استثنائي حقا إنما جئت بعد موسمي الأول كان لدي 31 هدف وكنت أريد أن أكون أفضل هداف لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز وإنه شيء أسعى إليه حقا وقال كمان محمد صلاح لدي بعض السجلات الجيدة في ليفربول لكي عشان نكون منصفين طالما إننا نحقق شيء مع الفريق فهذا أهم شيء بالنسبة لي يعني كلامه مفهوم منه هو هدفه الرئيسي طبعا إلى جانب تحقيق الأرقام الخاصة والقياسية ويتحطيم الأرقام الشخصية اللي حقاها لعبين كبار لفريق ليفربول إلا إنه طبعا بيسعى طبعا أنه يخدم الفريق بشكل كامل وقال كمان أنا فخور بتحطيم الأرقام القياسية والفوز بالألقاء في فريق زي ليفربول أنا مش عاوز أكون في فريق صغير ولا حاجة ولكن عاوز أكون جزء من منظومة كبيرة زي منظومة ليفربول وأقضهم وساعد في تحقيق كل البطولات وطبعا وأنا بحقق كل هذه البطولات أكون طبعا سعيد إذا حققت عدد من الأرقام القياسية الخاصة بي وقال كمان محمد صلاح لا يمكنني القول أن هذا أفضل موسم بالنسبة لي مع الفريق ولكن اللي قدر أقوله هو أنني بشعر بالحزن اتجاه أي موسم بحس أن أنا قد أكون ما قدتش وجبي على أكمل وجه أو قصرت فيه التدريبات وإذا شعرت بشيء من التقصير من جانبي لازم أقف وحدد جوانب الخطأ وابدأ أعلي جهة في النهاية بنتمنى توفيق طبعا لنجمنا المصري محمد صلاح في مباراته النهاردة قدام منشيستا الونايتد ونستمتع الحياب ومراقوية في دوري هو الأقوى في العالم كله واشكركم على حسن المتابعة وإلى الله